مفادنا إلى مرجعيون جنوبي لبنان عماد الأطرش ينضم إلينا لنستعرض معك آخر تطورات عماد وأذكر هنا أيضا ما ذكرته بعض المصادر حول رسالة من وزير الخارجية الإسرائيلي إلى الأمم المتحدة يحذر فيها من اتساع نطاق هذه الحرب وخاصة فيما يتعلق بالمواجهة مع حزب الله اللبناني نعم ميشيل قبل قليل دعيني أبدأ بالوضع الميداني بطبيعة الحال قبل قليل نفذ طيران الحربي الإسرائيلي غارتين على أطراف بلد تياطر دائما في القطاع الغربي قبل ذلك أيضا نفذ طيران الحربي الإسرائيلي غارات عدة على أطراف بلدات النقورة مجلزون وشيحين وأيضا قصفت المدفعية مدفعية الجيش الإسرائيلي عدد من البلدات اللبنانية دائما في القطاع الغربي في عيت الشعب وقرى وبلدات أخرى محاذية لعيت الشعب دائما في القطاع الغربي هنا في القطاع الشرقي هناك هدوء حذر يعني لم نسمع حتى الآن منذ ساعتين تقريبا إلا عدة قضائف فقط سقطت على بعض المواقع وبعض البلدات هنا بالقرب من الحدود اللبنانية الإسرائيلية ولكن لدوء الحذر يخيم على القطاع الشرقي أيضا حتى الآن هنا في بيروت في لبنان الساعة الحدي عشر ونصف تقريبا صباحا لم يعلن حتى الآن حزب الله عن أي عملية استهدف بها مواقع للجيش الإسرائيلي هذا لا يعني بأنه لم يقم بها ولكن على الأقل لم يعلن عنها حتى الآن عادة ما يحتاج إلى عدد من الساعات قبل الإعلان عن أي عملية يقوم بها كما حصل بالأمس عندما كان عدد العمليات التي قام بها حزب الله كبيرا نسبيا مساء أمس اليوم لم يعلن عن أي عملية حتى الآن من المتوقع طبعا يتوقع كثير من المراقبين أن تبرأ أن تكون الجبهة اللبنانية الإسرائيلية موضع بحث ومدار بحث بشأن ارتدادات الاتفاق الذي تم في قطاع غزة بين حركة حماس وإسرائيل الآن نسمع طيران إسرائيلي في الأجواء يحلق في الأجواء كنت أقول بأن هناك من يريد بأن يكون هناك تبريدا لهذه الجبهة خاصة أن حزب الله يعتبر هذه الجبهة هي جبهة مساندة لقطاع غزة لما يحصل في قطاع غزة ومن طبيعي من المنطقي إذا حصل هدنة على الأقل لأربعة أيام في قطاع غزة أن ينعكس ذلك إيجابا على الوضع الميداني هنا على الحدود اللبنانية الإسرائيلية شكرا لك عماد الأطرش مفادونا إلى بلدة مرجعيون جنوب لبنان